أزيح السطار عن نقطة شرطة الأصمرات الجديدة بعد الانتهاء من تجهيزها لاستقبال المواطنين وتلقي بلغاتهم مع توفير الخدمات الأمنية لأهالي الحي والذي يعد أحد الأنماط الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة في إطار خطتها لتطوير العشوائيات ويأتي دخول هذه النقطة الشراطية الخدمة مع سعي وزارة الداخلية للوصول بخدماتها الأمنية للتجمعات الحضارية الجديدة من حيث أنه يبقى فيه تواجد أمني مكسف وموجود بإنشاء النقطة النقطة تشمل كل العناصر الأمنية التي يحتاج الفرد في تحقيق الأمن والاستقرار وعدم الخوف وأنه يكون متطمن على بيته ومتطمن على عياله ومتطمن على ماله ومتطمن على عربيته نقطة الشرطة التي تم افتتاحها تتضمن كافة التجهيزات التي تتيح التعامل مع المستجدات الأمنية وبلغات المواطنين والانتقال إليها بسرعة هي النقطة هنا بتتكون من رئيس نقطة بالكوة النظامية بتاعته رئيس مباحث بالكوة البحثية لتلقي البلاغات وفيه مساندة لذلك فيه كل أمني بوجود بشكل دائم بيتتكون من عربية نجدة وفيها عربية مسلحة والعربية الخاصة بالنقطة إلى جانب نقطة الشرطة وملاصق لها تم افتتاح نقطة الإطفاء المجهزة بسيارات ومعدات حديثة للحماية المدنية والإنقاذ وتأمين الأرواح والممتلكات نقطة الإطفاء بتخدم حي الأصمرات بالكامل مجهزة بسيارتين إطفاء على أعلى مستوى بتساعدنا النقطة دي في الوصول للبلاغات في زمن وصول ممتاز حوالي خمس دقائق أو أقل بالنسبة لمنطقة الأصمرات بالكامل بنغطيها في أي بلاغات موجودة سواء كانت إنقاذ أو سواء كانت إطفاء نحن في الأول كنا بنتحرك من نقطة المؤطم دي أقرب نقطة بالنسبة لحي الأصمرات كنا بناخد تقريبا حوالي ربع ساعة أو أزياد حسب الحالة المررية بالنسبة لنقطة الأصمرات كده سهلت بالنسبة لنا إن حي الأصمرات كله ما بياخدش بالنسبة لخمس دقيق بنبقى متوجهين لأي بلاغ متواجد داخل حي الأصمرات دخول نقطتي الشرطة والإطفاء الخدمة بحي الأصمرات خطوة أشاد بها قاتل الحي لتوفيرها الأمن لهم والله الأمان فوق كل شيء نحن عايزين الأمان فوق كل شيء والنقطة تمام التمام يعني وهتوفر لنا الأمان وهتوفر لنا كل شيء